كلام برضو أني يعني أني برضو في بعض الأسماء زي مثلا في ناس لعب هيدرسفيلد أنا عايز أسأله عندك لأن الناس كتير قوي يتكلمت سواء محللين فنيين أو جماهير السوشيليجي بقاله كثير ما بلعبش رمضان سواء سبع شهور تقريب سبع شهور أو طبعا شهور ما بلعبش ندوم معي هي دين أكتر وحيدة فعلا لأنما استهربها فعلا الناس كلها الشرع المصر كله طبعا بيتكلم في الموضوع ده أنت عندك برضو أنا مش عايزين نقرم بحد بأسماء معينة لكن احنا برضو لازم نقول وندي الناس حقها كهرباء لأن طبعا نرمضان بيلعب في نفس المركز أنا شايف أن كهرباء الفترة اللي فات بيقدي كواس جدا الرجل بيتعب الرجل بيقدي بأقصى جهد عنده حتى المرشاط اللي كان لبعد الإصابة لما كان بينزل كان بيحاول ويدوس على نفسه فكتشاف أنه كان لازم يستحق بموجود في المنتخب كهرباء آه كهرباء طبعا كلنا شايفينه وعارفين إمكانيات كهرباء كواس قوي وعارفين إيه هو مهم في النادل أهلي تفتكر لما ضموش كابتن حسام البدر القيمية المنتخب يا كابتن هين والله مش عايز أقول إنه حاجة شخصية مش عايز تقول كده ممكن مش عايز أقول كده تبقى كده لا والله يعني بصي أولك الحاجة هو كابتن حسام أكيد أكيد عارف إنه لما يأخذ خطوز دي أو إنه يعلن أنه ما يأخذش كهرباء أو يأخذ لكن عارف إن الرأي العام كله هيتكلم في الموضوع ده وجمهور الأهلي الحمد لله وقف في ظهر اللي عيبته كواس قوي وعارف إنه لو حاجة زي دي حصلت الناس كلها هتتكلم في الموضوع والكلام ده لكن أنا شايف إنه هي دي البوينت الوحيدة لكابتن حسام فعلا ما كانش موفق فيها يعني هو يعني بيجي أولا وأخيرا احترامنا طبعا دي أكيد طبعا وعايز أديف كمان إنه هو يمكن بعد بعد خروج طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة دي كانت نسب كمان كهرباء بتزيد أكتر ويمكن كمان كابتن حسام في مؤتمر الصحفي كان بيفكر ويقال طبعا بعد إصابة طاهر محمد طاهر بفكر إن أنا أضم كهرباء لكن خلينا نتكلم إن طبعا كهرباء يستحق ودايما بنقول إن القائمة المنتخب هي مسؤولية المدير الفني بشكل كبير وإحنا وراء منتخب بشكل كبير لأن ده بيمسل مصر وإحنا أعتقد الماتشين صعبين جدا فبالرغم إن إحنا بنقول وجهات نظر وإنت هالي بتتكلم بإسم الناس اللي بتتكلم رمضان بقاله كتير ما بيلعبش فكان ممكن يتجهز حتى على مستوى المنتخب الإلومبي كان راح مثلا منتخب الإلومبي لعب ماتشين أو لعب ماتش من دمن ماتشات المنتخب الإلومبي فكل دي يعني كلها بنتناقش فيها لكن طبعا ده لا يمنع أن الكابتن حسام البدري لي طبعا وجهة نظر وجهة نظر وهو للاختيار الأول والأخير بالزبط بس إحنا يا كابتن برضو كابتن هاني يعني ما ينفعش تاخد برضو واحد بقاله أكثر من ست شهور أو سبع شهور ممكن تكون المودة أكثر من كده ويبقى موجود في منتخب مصر منتخب مصر ده لما بيتعامل كابتن وإنت حضرك عارف الكلام ده بياخد أنسب عناصر أو أفضل عناصر في الفترة اللي هي فيها تجمع لكن أنت ما ينفعش تجيب لي واحد مصاب بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش وتجي تدخل المنتخب على حساب ناس بتلعب وشغلة كويس ومؤسرة وفرقتها كمان وصلة للنهائي بالزبط فانت كده بتحبت بتحبت المشبه على الفيكة مش شرط كهرباء بس ممكن أي حد في مكان كهرباء عشان ما نقولش بس أن نقارب بيني اتنين لا أي حد مكان كهرباء لكن ده فعلاً حاجة غريبة جداً وعلم استفهم كبيرة جداً من كابتن حسام بس أنا تعملت مع كابتن حسام وعارف أنه هو من نوعية اللعبة يعني مش عايز يعني هو بيحبي ويكره شوية فممكن يكون مثلاً هو حب برمضان فهو عايز أنه ده موجود بتدخل المسألة الشخصية يعني يا كابتن؟ لا مش عايزة أقول المسألة الشخصية لا في حب يعني حب يعني فيه مدارب بيحب ويكره حب بكره يعني بارتحه باللهاني ومهاني ما بيرتح ليش يعني هو جاء ماشي كده لا 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 والله أنا على فكرة بسأل فعلاً يعني أنا معرفش كابتن حسام البدري ولا عارف بيفكر ازاي أنا بسألك أنت بتقول أنا تعاملت معه وأعرفه شوية هو ممكن يبقى عنده كتناعة مثلاً بالكابتن هاني لكابتن هاني ده لعب كبير جداً تمام واللعب ده بوجوده حتى لو هو مش يلعب ده بيبقى ليه تأثير إيجابي على المنتخب أو على الفرق فدي طبعاً حاجة ما ينفعش أنت تتبقى في المنتخب أنت ده لو نادي أقولك أوكي ما فيش مشكلة أنت عندك مساحة وعندك قائمة وعندك كلام ده كله ممكن أن أنت تجيب واحد حتى نفسياً عشان زميله يعني مثلاً محمد صلاح مثلاً محمد صلاح لو ده لو دوليات الصوف مثلاً في ليفربول تمام أنت هتجيبه أو النادي بتاعه هيوافق أنه يجي؟ أكيد لا صح أو لا طيب الوقتي أنت الوقتي رايح جايب رمضان رمضان بقى له فترة كبيرة مش موجود ورجله مش في الملعب ورمضان مع احترامي ليه برضو رمضان لسه صغير مش نجم كبير زي صلاح مثلاً وتلزيه عشان أنت تجيبه تمام في الفترة بعد الفترة دي كلها ده هو أصلاً أنا أحاس أنه لسه محتاج نوعية أهل كواس قوي لأننا أكيد مش جاهز أنت برضو هجيبه وتلعبه مباررة اسمية بعد الإصابة تقصد في تصفيات بطولة إفراقيا مباررة اسمية لو أنت ناوي أنت تلعبه أكيد طبعاً مش هابدأ بي له يعني أنت برضو أنت رؤيتك إلى التشكيل لكن أنت بتتكلم في نقطة فنية أنه هو حتى على المستوى البدني ومش جاهز على المستوى رجليه مش في الملعب بالزبط فلي أكيد هتأثر عليه يعني أكيد هتأثر عليه فأنا مش عارف إيه وجهة النظر بالزبط في حتة أنه أنت تجيبه واحد بقاله فترة كبيرة ماشي موجود فممكن هو الكابتن حسان بدري يعني خد الموضوع شوية طب قول لنا قول لنا شكل التشكيل ممكن يكون إزاي هل لا ولا بس يا كابتن أنا شايف أن اللعبة فيه كتير لعبة كويسة وفيه لعبة كتير يعني كابتن حسان مش شايف أنه عنده مشكلة في التشكيل اللعبة كلها الموجودة متاحة يعني جاهزين